من ماب واحد نحصل على هذا الرقصة مجانا كمان يا حلوين نحصل علىها بأجنحة الفراشة مجانا وكمان نحصل علىها بالتاكيت مجانا ثلاث دقائق فقط خليكم معكم هيا حلوين كمكم يا أصدقاء يا رب اتكونوا بخير وصحة وعافية نزلت اسكنات جديدة ابناء خذها مجانا في دعبة وبلوم قبل لان ننتقل الاسكنات نقصد صلاة على النبي الله مصر وسلم مبارك على سيدينة محمد وعلى اللي واصح به جميل ويلا يا حلوين استواب ناخذ الاسكنات هذا هو الماب ورابط الماب بالتاقو بصندوق الواسط بتفوت على الماب اول ما تفوتوا على الماب تتوجهوا مباشرة للمكان بتفوتوا هونها بعيد وبعدها بينقلنا الى هذا المكان وبالتاك يا حلوين حصلنا على أجنحة الفراشة مجانا بأقل من دقيقة مثل ما شفتوا حصلنا عليها مجانا هلا بنصعد لفوق وبنرجع لفوق وهذه هي الأجنحة أمامكم باقي يا حلوين نخطب على أجنحة الفراشة اوكي ثم شفونا نخطبنا على أجنحة الفراشة اما بالنسبة لسكن الرقصة المجانية ما بعرف كيف خذتها أول شي في تتون لأن الرقصة مش مذكورة في تغريدة صاحب بالماب فقط ذكر الشاكية وذكر أجنحة الفراشة اوكي أنا جمعت هذه القلوب لأنه هذا الماب سبق وفتت عليه من قبل وعطانا اسكنات اوكي فبلشت بجمع بهذه القلوب بعدها قاعد نزلت لتاحت وصرت يا حبايب بذلج بهذه الأشياء وبعدها حصلت على الرقصة على يمين الشاشة بلا شيعت انها انجازات او مهمات يعني أنا بعمل مهمات وما بعرف شو هي المهمات اوكي قاعد لكن أنا انجازات هذي انا اكملتها اوكي حبايبي هلا معكم متل نشوفون انه في انجازات عم بكملها ما بعرف شو هي مهم حبايبي رجعت مرة ثانية لهذا المكان بعدها حفتت في هذا المكان اللي ما بعرف فيني نقني اوكي وهذا المكان في هذا الشكل هون واضعين صورتي وليش واضعين صورتي ما بعرف المهم يا حبايبي هون اكملت انجاز متل ما تشوفون ظهرت لك على نصح وتحت الشي حصلت عليها مجانا فهلا بخرج من الماب وشوف شو واو عن المخزون وهذه يا دقاء اجنحة الفراشة متل ما تشوفون واو 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 عن جد واو كتير كتير وكمان يا حليين بشوف الرقصة اللي حصلنا عليها مجانا هذي الرقصة او ماي جاد عن جد واو والله واو لو كانت في روبوكت اقشي 200 روبوكت الكل الكل بيروح ياخذ هذه الرقصة لا تفوتوها يا حبايب وبنبدو عن نفس الماب بشان ناقض شاكت المجانا لا تفوت شاكت يا صدقاء لان شاكتي كتير حلو لكن ركز معي كيف تاخذ شاكت هلا اول شي لازم بتكون في النسة والعشرين هذه النجمة صورة النجمة الفوق اللي عليها اشارة لازم بيكون تحتها رقم عشرين طيب كيف ترفع مستواق بتصير رقم عشرين كل ما عليك يا صديقي تجميع القلوب والتزلج على الباركودات والعاصة هذي او الحطب اوكي فالمهمة المطلوبة منك يا صديقي انك بتزلج على هذا الحطب تقريبا عشرين مرة اوكي تجيب تزلج على هذا الباركود اللونة بنستجي بعدها تزلج على هذه عاصة الحطب اوكي قايت عشرين مرة وبيجيك الشاكية مجانة هلا لازم بيكون اول شي انت في النسة والعشرين وراق على النسة وقتين سهل هو التزلج على الاشجار وجمع القلوب والتزلج على الباركود هذا الباركود البنستجي وبعدها باركود عاصة الحطب هذه ما بعض شوف سموه حبا يسموه المهم انه تزلج على هذه الاشياء بسرعة يا صديقي بيرتفع مستوى فاذا كيف في المستوى العشرين بتعمل مثل ما انا بعمل تزلج على الباركود اوكي فقط تزلج على الباركود ومثل ما تشوفون في مهمات بتنجز معي اوكي انا فقط تزلج على الباركود في مهمات بتنجز معي وهيك يا صديقي تاخذ شاكية مجانة ومثل ما تشوفون يا حلوين ظهرت على انت الصح في اللون الاكثر معناها نحنا انجزنا المهمة بنجاح وحصلنا على الشاكية مجانا فهلا بنرجع نصعد لفوق اوكي بنرجع نصعد لفوق بعدها بنوقف جنب هذه الدائرة ما دعرف حبايب ليش ليش ضائفين شخصيتهم المهم يا حلوين انا وقفت بنص هذه الدائرة بعدها شوي تحركت اوكي وجدت اشارة انه في شي حصلت عليه مجانة كما تشوفون هذه الاشارة هلا بخرج من الماب يا حبايب اوماي قاد بتعمل زحية اوكي حبايب بخرج من الماب يا حبايب شو حطنا علي مجانا ان شاء الله بيكون شاكيت وبنص الشاكيت اللي ناشرينه في تويتر اوماي قاد شاكيت اوماي قاد حبايب هو لنص الشاكيت اتمنى ان الكل بيجرب هذا الماب وما بيقويت هذه الاسكنات المجانية الاسطورية انتظروني يا اصدقاء بعد هذا الفيديو بنزلتكم فيديو ثاني في اسكنات مجانية من مابات مختلفة كانت معكم لهبا دبت في امان الله و معنا سلامة